فشل في المساعي الأممية في جمع الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار في جينيف أعاد خيارات الحسم العسكري إلى واجهة المشهد اليمني مجددا وفاقم هذا الفشل تراجع الرهانات على جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث الذي اتهمته الحكومة اليمنية بشكل صريح بالتواطئ مع الميليشيات الحوثية بعد تهربه من تحميلها مسؤولية فشل مشاورات جينيف وأعلانه بدلا من ذلك عن جولة جديدة من الزيارات المكوكية للمنطقة ستشمل مسقط وصنعاء أما التحركات الأممية وسيناريوهاتها القادمة فيؤكد مراقبون قيام جريفث بمحاولة إنقاذ لجهوده خلال الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها لمسقط حيث يتواجد رئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام وجزء من فريقه المراقبون توقعوا كذلك أن يقوم المبعوث الأممي بمحاولة جديدة لإقناع الحوثيين بالتراجع عن بعض اشتراطاتهم والاتفاق على موعد جديد لاستئناف المشاورات قيادة حزب المؤتمر ألقت باللائمة في انهيار الحوار ومسار السلام في اليمن على استفادة الميليشيات الحوثية من الخبرة الإيرانية في إدارة الصراع والتي تقرأ التحول في المزاج الدولي تجاه الحرب في اليمن على المستوى الإنساني والأخلاقي القيادة قالت كذلك أن الحوثيين يدركون أن الحرب كلما امتدت يوما آخر دون حسم سيصب ذلك في مصلحتهم كما أنهم يتحركون على المستوى الدولي مستفيدين من الخبرة الإيرانية وغياب الدبلوماسية التابعة للشرعية وعلى وقع التعنط الحوثي وانهيار المسار السياسي للأزمة اليمنية تصاعدت المعارك في جهة الساحل الغربي في ظل مؤشرات على اتخاذ القرار باستكمال استعادة مدينة الحديدة ومينائها واستئناف المعركة التي توقفت نتيجة الضغوط الدولية التي كانت تتذرع بضرورة منح الفرصة لجهود المبعوث الأممي ومشاوراته التي تعثرت قبل أن تبدأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر